السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سلام أنت طيبين رمضان كريم علينا وعليكم يا رب تعالوا بقى شوفوا تورتة الفلاحة بيوبة على الفلاحة بصراحة التورتة دي أنا بما جيت عملتها بعد ما خلصت عايزة عايض ايه ده كل ده ايه الهرجالة دي وايه الهيصة دي فبصراحة يعني أنا أول ما عملتها ونزلتها ستوري أنا مش قادرة أوصف لكم اللفات بقى وبكام وديت الله دي حلوة قوي كل اللي داخل يقول لي كده كل ما يقولولي كده أنا أضحك أكتر لأن بصراحة أنا حستها شوية يا شويتين يعني بس بصراحة اللي طلبها مني عجبته جدا 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 وخصوصا الألوان وخصوصا الورد اللي عليها فبصراحة مبساطة قوي رغم أن كانتش عجباني لأن حسيت أن هي بس بقت تعالوا هنشوف مع بعض كده عملنا إيه ونسمي الله ونقول عملنا طبعا الاسبونش بتاعنا ست بدقط على نص كيلو من دقيق على كوباية اللي ربع من المية وحطيت طبعا بقى فانيليا وضربت بقى بالمضرب 10 دقايق لحد ما القوان بقى كريمي كده ودخلتها على درجة حرارة عليه وبعدين وطيت النار بس بقى وبعدين بدأت أن أنا أجلس الترطة بالكريمة الكريمة طبعا بقى سهلة خالص بنحط عليها مية متلجة أو لفن زي ما أنتو حابين وتضربوها وتسيبوها شوية في التلاب دلوقتي بقى أنا عملت إيه جبت شكولاتة سيحتها كده وبعدين بدأت أحط على الجوانب نزلتها كده زي ما أنتو شايفين على الجوانب وطبعا كان عندي فراولة وعندي دقناناس بدأت أقطعه كده شرايح وبدأت أن أنا أرص بشكل عشوائي حتى يعني إيه ما كانش في دماغي شكل معين يعني حسين حتى لو كان في دماغي شكل معين أكيد ما كانش هتطلع بالطريقة دي يعني يعني أنا إيه قلت يعني الطريقة على نفسي أكثر أحسن محدي الطريقة علي فأنا نزلة بقول إيه ودي طرطة الفلاحة يا بيوبة على الفلاحة بصوا لقيت كمية ناس داخلاني لفات 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 وجميلة تسلم إيدك تسلمي أنا أنا مش مصدق والله أنا أنا فاكراك وتتريقوا علي لكن فعلا هي أزواء ولو أختلاف الأزواء لبرة السلعة فعلا ففعلا هي عجبتهم أو أنا فرحت جدا وكل اللي داخل يقول لي دي بكام عايزين دي يعني اللي هيتطلبه يعني عايزين يعني أنا فعلا هكرر الشكل ده تاني فقلت يا سبحان الله يا رب يلا يعني يشوفوا أنا كان قصدي إيه وكان في دماغي أن أنا زعلانة ومش عايزة نزلها بس سبحان الله يعني جابت مشاهدة جمدة قوي وعجبت ناس كتير جدا دلوقتي بقى أنا كنت جايبة إيه البقسمات كنت أقول لكم بقسمات أنا كنت جايبة بقى الرول شكلت ده علشان برضو أزيم بيه وطبعا حبيت إن أنا أملي كل فراغ في الترطة لأن الترطة دي بصراحة يعني إيه أكتر الموجودين كانوا أطفال فهما بيحبوا بقى الألوان ويحبوا طبعا الشكلت ويحبوا الحاجات دي فبصراحة هما فرحوا بها جدا جدا نيجي بقى للوردة دي أنا بقى جبت الكريمة حطيت عليها نقطتين كده من الألوان الجيل بحيث إن أنا أعمل وردية ملونة كده فيبقى فيه بهجة كده في الترطة يعني أكتر ما البهجة اللي هي فيها دي أنا جبت بقى لون أحمر ولون أصفر الألوان اللي كانت موجودة عندي كلها بالنسبة بقى للوردة دي أنا مش قادرة أقول لكم يعني يعني أنتم تشوفوها كده تحسوا إن هي سهلة وتتعامل سهل لا والله العظيم أبدا يعني بصراحة هي صعبة وعايزة تدريب وبما إن يعني كل فترة بعمل ترطة وأكيد طبعا ما تبقاش فيها ورد يعني دي تاني مرة أعمل فيها ورد فالمرة دي كانت أحلى من كمان من المرة اللي فاتت بالنسبة للوردية نفسها لكن عايزة تكنيك معين وعايزة يعني عايزة صبره وعايزة برضو إن انت تبقى تكوني محترفة فيها بس بالتدريب فعلا كل فترة الوردة بتطلع أحلى من قبلها وحاجة تانية برضو أنا بالنسبة للكريمة دي تشوفونا بعمل حاجات بسيطة على قد الوردية فأما بحطها في الكيس الحلواني واجه أشتغل بيها صعبة جدا لإن عشان تعملي وردة زي دي ويكون شكلها حلو ومظبوطة لازم كيس الحلواني يكون مليان فأنا هبوز يعني هبوز الكيس باللون بتاعه وأنا مش هستخدم أصلا غير وردات يعني بالحجم اللي انتوا شايفينها دي فهو دي حاجات برضو صعبة كانت مقابليني بدأت بقى عملت وردة ألوان كده بالنسبة للوردة والله أنا كنت باتمنى أن أعملها لإني كنت بعض أتفرق كده أو يعني شفتوا يعني ديها تقلبت أنا جيت هنزلها اتقلبت فهي ما هي السحلة خالص يعني لازم براحة كده تمسكيها بالمقاصة كده والمقاصة لازم يكون طويل يعني الجوز بتاع المقاصة ده يكون طويل عشان تعرف يتمسكيها وما تيجي برضو بتحطيها بتبقى سايحة منك خالص فأنت عادي مش مشكلة كل ده هتزبط بايه باللون شايفينه ده حطيت بقى كده اللون الأخضر أكنها ورق شجر وقطعت الكيس كده أطع بس من فوق بحيث لما أجي أنزل الكريمة تبقى مدياني شكل ورق الشجر بالزبط فبدأت بقى أملى الفراغات اللي بينها وأي وردة وأنا بحطها تلعت سنة كده فالوردة دي هتدريها أنت بتحطي الوردة ده عشان يدريها نفس الوقت بقى شكل حلوة قوي بصراحة تجربة كويسة يعني أتمنى أن انتم تجربوها ويا ربك ترتك تكون عجابتكم إن شاء الله وأشوفكم في فيديو جديد وما تنسوش بقى تعملوا لائك و شير و سبسكرايب للكني و باي باي